موسيقى أعوذين لا أتأخذتم في جميع المرافق عندنا أعوذين عطي يدينا في يدي القوى المسلحة ولكن أعوذين لا أمور مرة ثانية أعوذين عمل بسأعوذين كلام أعوذين أقول يعملوا فصال الله عملت وموسيقى اللي يجيب إلى إيش اللي يجيب إلى إيش اللي لاجن نأرضه بالتوابير لماه وعشان إيش ماشيبناش بلا جيبنا أرده أي حاجة تعدلت إن الواحد أكتصر وضي أعوذين عمل والشعب كله يتمنى أن يكون وهو كل عمل إيجابي والعمل إيجابي لمصلحة مصر أو في أكبر مصر فكلنا جديد لمصر كماعة نهن العصابة نهن العصابة لأسفل ما غيب بعض مش نصل كانتوا بجد طلعتوا عصابة كانتوا كبركوا تديروا خرابة كانتوا بجد طلعتوا وحوش قاعدين تاخدوا ومتتوش فوق قاعد ريسوا عيالوا كل جنيه جواركبين تحتوا شوية أحلى هدية البهوات المسؤولين هادية وشوشهم تحت كرشهم على كل دايما مبتسمين دول شغلتهم باعمدتهم للبشوات الممولين لو على دول دول قيمة وسيمة وخبرة قديمة في التهليم في النفساح الأفصر في بابل يخت في سيدني وبيت ببسين بدل الشياكة آخر حاجة والعربية أكيد ليموزين موز علاجة وكس وزجاجة وحبها زرق لزوم الحاجة حتة أرض في قلب الصحراء بيعوها بالملايين وامدي يا بيه بخمسة جنيه ام من البص ركب في الشغلة يزعى الكورسيك يقل بحلة امدي وخد لعيالك بيه شرحة وبرحة بعشرة جنيه يمدي البيه ابني الايه امدى في امدى هي مصر تباعت خط الفقرة هي تحت وضاعت والمستقبل قافل باعت طب على فين بعدين رايحين كل بيتين واحد متجوز كل مواطن ماشي مبوز جهله فقر مرض وروتين متنفقين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انا بحكي قصة اخويا المعتقل السياسي خالد امين مهندس بقال 21 سنة في المعتقل من ايام الظلم الفاسد حكم عليه من ايام امن الدولة احكام عسكرية ظلم اتلفق له اكثر من 7-8 اواضي ظلم لحتى الان من ناشد ان هو هو قد لغاية الوقت نص المدة فالمفوض ان هو يطلع مع المجموعة اللي ضلعت من نص المدة لكن لغاية الوقت مضلع فاحنا مش عارفين السبب فاحنا بناشد المجلس العسكري الرئيس مشيط نصاوي بالافراج عنه مع باقي المسكوين الموجودين فقال 21 سنة ظلم مش عارفين ولا قضية كل الواضي اللي هي ما تلف قاله قلها غلط كان مهندس شغال في وزارة الاسكان طلعوا وزير الاسكان السابق عشان هو فضل نوم مهندس وراح رجعوه تاني بضهمة وغلط وظلم فاحنا بناشد المجلس العسكري ينظر في القضية ويعني بارك الله فينا وطلعون معا عيليم في كلية هندسة احنا اللي بنطرف عليهم احنا نعرضة بنعاكد مطالب الثورة اللي لسا ما تنفذش ايه هي مطالب يعني سورة المحاكمات لان المحاكمات فيها بطء شديد جدا قالت عبد السلام جمعة من محاكمة العادل في قضية قتل المتظاهرين عشان الحلقة اللي عملها في لأول جلسة ملأ القاع بأمن دولة لبس مدني ورفض دخول المحامين بتؤثر الشهداء يعني انا بقلاجني عليهم وما داشا اوكر محاكمة بتاعي ويحضر الجلسة وعايزين برضو يقالس ياه الجمل ويقالس زي حواس وعايزين مجلس طبع الرئاسي مدني والفضل الانتخالية لغاية ما يحصل الانتخابات العاسية انا ممت وليك سامي ساعد انا امي معتاك ابني ما قلليش انا من قريب اما رحتوا لسجن مرة واثنين وثلاثة ومحايت قال لي اما ممت عايتش انا ما عمالش اجوحش ومش بالطاقي انت رب انتنا تربية كويسة مش بالطاقي انا كنت محجوز اخويا كبير قوي اوه شافني وانا محجوز وانا كنت معتصم واني هو سعيد كان شايفني اللي هو في الملحف المصري شافني وقال لي وهو ضربوني جوا في الملحف المصري انا بتدرفاعي ناسي فوق يا ماما انا مش ملتجي بقولوا لي يا ابني انت بقى انت بقى انت بقى قال لي لي يا ماما دا هنا من يوم 25 مالس واخدوا مني المبايدات يوك داس عيوم مسا حماد وجاد من عندك وانطريج انا راحت شغل عسان هنقل شغل الان هنا قال لي مسكوني بعيومية وانا كنت بقى يتو سعيد بي اللي هو اللي في الملحف المصري مساجني مع اللواء وكانوا معتصمين شايفني وانا نايم هنا في القيمة دي جم زلطوا علينا بعض تاجية دخلوا علينا عشان يردوا الخيام قلنا له نا مشا لمشا لما ناخد حقنا ده الكلام اللي هو قالوا لي والله ما باجزب او اسأله اللواء سعيد وانا بحتالوا بعد كده قال لي اللواء سعيد قال لي انا بيسمعش ما بيشوق ما بيشوقش ان احنا عايزين هادي الخيام انا اقولوا ان احنا عايزين حقنا طيب راح مديني بالله احضر ابني وبعدين اقابوني في اللواء الحي العاشر وبعدين اقابوني من الحي العاشر والمسجقة حدومي لتورا زي ما انتشايبه ما حصل وانا احبت انت عملت الاتماس وهو عمل ااتماس وانا تعبت لنا بباطع مانة جدا والله زيد ورا اعمل اتماس برضو في حيث موت عبان ورجل ورد معدي كلم وبرده را عمل له التماس ورحت عمل له التماس في التماس ويحول الإنسان عمل له برضو التماس ورحت للموزارة الدفاع وعملت له بلصار كميل عشان الناس برضو أصعب عليه ما بيش فايدة ما بيش فايدة حتى الوقت بطلعت في جرنال ومثبقه في الجبرية والأراب والسلمة وبعدا نقلت له الناس حرام ما بيش في التحليل نادي لي ما بيش فايدة رحت لقيت معي في التحليل عشان أسوف أمني حكم العصر بيننا وباني حكم العصر بيننا وباني ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر